اكد صاحب سمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة تشهد على الدوام تناميا وتطورا على كافة الاصعدة مما اسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات لفتا سموه الى اهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والدفع به لمستويات ارحب في شتى المجالات بما يحقق الاهداف والتطلعات المرجوة منوها بما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني وزير الخارجية سعادة السفيرة فوزية بن عبدالله زينل بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعينها رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية بلقب سفير فوق العادة مفوض حيث هنأها سموه بالثقة الملكية السامية متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهمها الجديدة مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة العمل على فتح أفاق أوسع من العمل والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتقوية مسارات التعاون الثنائي بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين من جانبها أعربت سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينال عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدة أن دعم وتشجيع سموه الدائم يشكل حافزا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر